لكن عايزين نلعب معاكو كده جيم قبل ما نلعب الجيم بس لأن في نقطة مهمة بما أننا بنتكلم في فيروس كورونا والاحتياطات أعتقد الكافي النهاردة أعلن يعني قرارات صارمة جدا بشوفها يعني هتكون عندنا مزيد ومزيد من الحرص لأن البطولة دي ربما ربما يحول وجهتها فيروس متخيلين بطولة كاملة ممكن وجهتها تحول من منتخب لمنتخب بسبب إجراءات احترازية لن تتم الاتحاد الأفريق النهاردة قال أن أي مباراة هتتلعب حتى لو المنتخب لا يملك إلا 11 لعب فقط لغير 11 لعب من أصل الـ 28 اللي يكونوا موجودين مع كل بعثة أو 25 أو 23 حسب ما كل منتخب مسافر بعدد من اللعبين مجرد وجود 11 لعب المباراة دي هتتلعب كان الأول 15 ويشترط حارس مرمى حاليا لا يشترط حارس مرمى يعني لو أنت عندك 11 لعب سليم ما عندهمش فيروس كورونا وما فيش حارس مرمى هتبدأ تجيب من 11 لعب دول تلعب بيوم حارس مرمى شوف بقى ممكن أن نقدر الله تفكر في لعب شوف فهو تفكر في مين بأحجازي حجازي مغارب أقول معك حجازي هو حجازي مع نفسها حجازي ويعمل كل ما حاجة بس يعني نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة ولكن ده لازم يخلي الجهاز الإداري حريص كل الحرص والجهاز الفني على الالتزام بالفقاط نقدر بإذن الله نحقق مستوى أبعد بكتير ويمكن اتكلمنا قبل كده وقولنا فقط صدرت المجموعة طيب دلوقتي بقى محتاجين نستعرض معاك على الشاشة المجموعات ونتوقع كده معاك والمتأهلين عن كل مجموعة أنا وإسامة وكمان أفضل أربع توالد من المجموعة الأولى إسامة المجموعة إيه اللي فيها الكاميرون بوركينا فاسو إسيوبيا وكيفر دي بتتوقع مين الكاميرون بوركينا فاسو تمام متفق معاك الكاميرون بوركينا فاسو المجموعة الثانية بتوقع منها يا موجودة على الشاشة بتوقع منها السنغال وغنية هل بتختلف معاك في حاجة فيها لا متفق معاك في دي المجموعة الثالثة بالتأكيد المغرب وغانا متفقين المجموعة الرابعة نيجيريا ومصر أكيد إن شاء الله بإذن الله خلينا نقول مصر ونيجيريا مصر ونيجيريا إحنا مرتبناش من حيث الأول والتاني المجموعة إي الجزائر كوديفوار والمجموعة إف تونس ومالي ونأتي بقى عند الأربع فرق اللي هم أفضل الأربع توالد هنا بقى محتاجين فعلا نشوف توقعاتنا هتكون إيه بتتوقع مين أفضل أربع فرق أفضل أربع توالد حيصعدوا ويكملوا دور الستاشر كاب بيردي من المجموعة إيه والمجموعة سي الجابون الجابون المجموعة دي غينية بساو يعني غينية جماعة مشتركة بتلات منتخبات وربنا قدرنا على إننا نقدر نفرق بينهم عندنا كلمة غينية غينية وغينية الاستوائية وغينية بساو فأنا بقول غينية بساو في المجموعة دي مع كاب بيردي والجابون وجنبيا في المجموعة إف تمام أنا أتوقع كاب بيردي وأيضا الجابون وبشوف إن غينية الاستوائية وليست غينية بساو ممكن تكون من أفضل توالد وكمان بشوف إن مفاجأة رغم الظهور السيء لها قريبا ما تجيش لما غينية بساو وتطلع من أفضل تولتو أنا قلت غينية بساو إنت لغبطيني في غينية لا بتوقع كمان مع غينية الاستوائية يكون موريتانيا المنتخب اللي ربما ظهر بشكل غير مردي مؤخرا في البطولة العربية ربما يظهر بشكل جيد في أمم أفريقيا توقع يمكن الأخير ده برا الصندوق ولكن أنا أتمنى كمان إنه هو كمنتخب عربي أنا أتمنى معك لكن النتائج من وجهة نظري بتقول جنبيا هيكون مهم بقى أن أعرف الناس بالموعيد بتاعت بكرة بداية انطلاق الكسر عندنا 9 يناير غدا إن شاء الله الساعة 6 ومبارات الكاميرون وبركينا فاسو والساعة 10 أو الساعة 9 الرأس الأغدر أو كاف فردي مع أثيوبيا من المجموعة الأولى وطبعا عارفين أن مبارات منتخب مصر الأولى هتكون يوم السلساء إن شاء الله الساعة 6 وبإذن الله تكون انطلاقة مهمة جدا منتخب مصر في مواجهة منتخب نيجيريا يقدر يحقق الفوز إن شاء الله لأن الفوز ده هيدين طريق استعرضنا قبل كده أسهل بكتير على الأقل هنقابل منتخب من الأربع منتخبات وفي الحالة دي لو قلنا إننا نقابل منتخب موريتانيا همشي مع فارس ونتمنى منتخب موريتانيا حكم مبارات مصر ونيجيريا مين؟ مين؟ بكاري جسامة مصطفى غربال المحبب لأقلوب الألوية نحن نقف مع مصطفى غربال مصطفى غربال حيكون حكم مبارات الافتتاح بكرة وبكاري جسامة مبارات منتخب مصر نتمنى بكاري جسامة يعني يكون فيه تركيز وأعتقد اللي احنا عرفناه والمؤكد أيضا مش اللي احنا عرفناه بس إن جميع مبارات البطولة بفار هي جميع مبارات البطولة بفار وأعتقد يعني هيكونوا تحت الأضواء لكن عندنا أيضا حكام مصريين يعني لابد من دعمهم ونتمنى إن شاء الله ليهم التوفيق يعني حتى لو ما كانوش موفقين داخلين يكونوا في توفيق خارجي طبعا حكم ساحة وأخيرا عاد أمين عمر بشكل كبير جدا للزهور كان فيه أحاديث وأقويل كتيرة جدا ما بين كابتن جهاد جليشة وكابتن أيصام عبفتاح على حرمان أمين عمر أمين عمر متواجد حكم ساحة مع محمود البنة وحكم فار الكابتن محمود عشور يعني مقدم موسم إلى حد بعيد الموسم ده مش الموسم الماضي الموسم ده بشكل كويس نتمنى له التوفيق وحكام مساعدين محمود أبو الرجال وحسام طه كل الأمنيات بالتوفيق طبعا بالتأكيد للتحكيم المصري يقدم صورة مشرفة صورة مغيرة على اعتدنا عليها في الدوري المصري وإن شاء الله دايما داعمين لهم في المباراة الخارجية وداعمين لهم أكتر في المباراة الداخلية أنهم يصلوا بكل المباراة لعدالة على الأقل مقبولة سيما أعقب معاكم على حدث الحكام المصريين أنا شخصيا ما عنديش تعقيب عنها أتمنى أتمنى مستواهم يعني يكون مختلف وما يكونش المردود السيء لقدموا في الدوري المصري أنعكس عليهم ترجمة نانسي قنع